من جديد استمرت المحادثات النووية المكثفة بين ايران والقوى الكبرى السيد في مدينة جنيف لسويسرية بينما بدأ الجانبان بكتابة نص الاتفاق النووي النهائي وسط خلافات حول عدد من المحاور ويأمل الجانبان بالوصول الى اتفاق شامل خلال فترة شهر ينتهي بإلغاء العقوبات المفروضة على ايران استمرت المحادثات النووية في جنيف بين الوفد الايراني ووفود كل من امريكا وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا بهدف تقليل الفجوة بين الجانبين بينما اكد وزير الخارجية محمد جوال ظريف ان عملية كتابة نص الاتفاق نووي النهائي قد بدأت بمشاركة الجانبين وقد عقد ظريف رابع دور من المفاوضات مع مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مشيرا الى ان هناك خلافات بين الجانبين حول عدة امور وان كتابة نص الاتفاق النهائي يتم ببطء كما اجرى كبير المفاوضين الايرانيين عباس عرقدي مفاوضات مع نائبة اشتون هلدة اشمت اضافة الى مشاورات عقدت بين اعضاء مجموعة خمسة زائد واحد واكد ظريف تصريح صحفي ان بلاده على استعداد لتثبت للعالم بانها لا تسعى وراء السلاح النووي ابدا رغم كل الاكاذيب والدعايا الاعلامية المضللة والتخويف من ايران التي يبثها المناهدون للسلام وادعاة الحرب في العالم واوضح ظريف ان ايران تعتبر من اكبر دحايا اسلحة الدمار الشامل وتعتقد بانه لا ينبغي اطلاقا انتاج واستخدام هذه الاسلحة ويجب ان تمحى من على وجه الارض ولا تزال هناك نقطة خلاف الاساسيتان في المفاوضات حسب ما اكد الجانب الايراني وهو ما يرتبط بنسبة التخصيب وتصر ايران التي تؤكد باستمرار ان برنامجها النووي مدني فقط على الاحتفاظ بحقها في التخصيب والنقطة الثانية تشمل وطيرة رفع العقوبات عن ايران بعد التوصل الى اتفاق واشار المصدر الغربي الى ان المفاوضات لم تتناول بعد مسألة عدد اجهزة الترد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تحتفظ بها الجمهورية الاسلامية بعد التوصل الى اتفاق الا ان الغربيين يريدون خفض عدد هذه الاجهزة بشكل ملحوظ كما اكد على ذلك وزير الخارجي الفرنسي لوران فابيوس في الايام الاخيرة وفي هذا الصياق اكدت مصادر دبلوماسية غربية ان امكانية تمديد فترة المفاوضات النووية مع ايران لمدة ثلاثة اسابيع في حال لم يتوصل الجانبان الى اتفاق حتى شهر المقبل يعتبر امرا ممكنا الا ان القوى الغربية ترفض اطالة امد المفاوضات لعدة اشهر من جانب اخر اكدت مصادر مطلعة ان الهند تعتزم سداد بعض مستحقات ايران النفطية عبر مصرف الامارات العربية المتحدة المركزية بموجب اتفاق نووي مؤقت يسمح لتهران بالحصول على 4.2 مليار دولار من ارصدة مجمدة في مختلف انحاء العالم واضافت المصادر ان مصروف الامارات المركزية سيحول الاموال الى ايران بالدرهم